ولمتابعة هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور أحمد الشريفي دكتور أحمد أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك في مساء العراق هذه الليلة بداية أهلا بك دكتور كيف تقيم مستوى التنسيق بين العراق ودول الجوار خاصة إيران لتطويق ظاهرة تعاطي المخدرات الإتجار بها وما إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن العراق يحتاج إلى استراتيجية ردع شاملة لمواجهة المخدرات بوصفها آفة تفتك بالمجتمع كما هو حال الأرهاب وبالتالي استراتيجية شاملة يجب أن تأخذ جوانب ومناحة متعددة تبتدئ بحزم قوانين تشرع ضابطة لسلوك الأفراد ورادعة لهذه الجماعات التي باتت جماعات عابرة للحدود وفي تقديري لا يكفي مع دول الجوار فقط أن نحاور لأنه أيضا هناك جماعات لا تخلو من قدرتها على امتلاك آلية التواصل مع العراق بغطاء سياسي هذه المخدرات لم يعد قضية عابرة قضية تتبنىها جماعات بقدر ما هي في تقديري باتت نوع من تأمين مصادر مالية لا تخلو من أدوار حكومية وأدوار حزبية فلذلك نحتاج إلى استراتيجية الشاملة التي ترتكز على أسس أن تشخص كيف تتدفق هذه المخدرات عبر الحدود من هي الجهات التي تؤمنها ولماذا الأكتاف الحدودية مرتخية بالنسبة للعراق لأنه لا يكفي أن نحقق خطوط صد حدودية بالوقت الذي الكتف المقابل هو مرتخي سواء كان في سوريا أو في إيران ولذلك في تقديري أنه نحتاج بالحقيقة إلى هذه الاستراتيجية الشاملة التي نبدأ فيها في التشخيص المصدر وما إلى ذلك ثم نوجد عملية قطع الحدود لأن المفارقة الغريبة أن تجتمع عمليات الإرهاب والمخدرات في مبدأ واحد هو مبدأ كسر الحدود كانت داعش تكسر الحدود لتتدفق عبر العمليات الإرهابية لتدمير موارد البشرية واستلزاف قدرات المالية الآن المخدرات تؤدي نفس الغرض وتحقق نفس الهدف فإذا نحن أمام معادلة خطرة جدا ربما تمثل الصفحة الثانية في الحرب على العراق كيف نعالج؟ هذه بالحقيقة شيء حكومي يفترض أن لا تكون القبضة مرتخية في هذا الأمر لأنه كما قلنا هم سيان الإرهاب والمخدرات نعم دكتور أحمد واحدة من هذه المفردات التي تنتمي للإستراتيجية التي تفضلت بالإشارة إليها هي قضية كفاءة الأجهزة العراقية المختصة في متابعة هذا الملف كيف تقيم أداء هذه الأجهزة؟ ماذا تحتاج هذه الأجهزة لتطوير عملها والارتقاء به؟ تجارة المخدرات كيف انتعشت؟ لأن تقف خلفها أذرع سياسية قادرة على أن تعطل الإجراءات الردع الأمنية بل تتيح لهم قدرة التخطي للإجراءات الأمنية فإذا نحن أمام أمرين الأمر الأول هو أن نحرر المؤسستين الأمنية والعسكرية من المحاصصة لأن المحاصصة وضع رجل الأمن أو الرجل العسكري تحت ظل الهيمنة السياسية يجعله بشكل أو بآخر أما مرتهن بأحزاب هي أساساً ولاآتها عابرة للحدود ومن كالة ولاآته عابرة للحدود ممكن أن يمررنا الإرهاب أو يمررنا المخدرات ثانياً أن نجري تشخيصاً دقيقاً لتطهير المنتظم السياسي من الخرق السياسي الحاصل ونشخص من الجهة التي تؤمن مجالاً حيوياً ضامناً لنشاط جماعات المخدرات لأنه من غير المعقول أن تستشري الظاهرة بهذا الشكل وتتضخم دون أن نجد بما نمتلك من روادع أمنية وعسكرية نجد خطوط صد على أقل تقدير تحقق ضماناً للمجتمع فنحن بالحقيقة نحتاج إلى المسألتين الأساسيتين تطوير المؤسسة الأمنية بعد ضمان أخراجها من المحاصصة في مهارات قتالية والاعتماد على الانفتاح دولياً في استعارة التجربة كيف تعالج دول العالم المتقدمة مثل هكذا حالات ابتداء من المهارات القتالية للأفراد وانتهاء إلى الجهد التقني ثم نذهب باتجاه تشخيص من المتواطئ الذي يمنح هذه الجماعات لوعاً من المرونة والحصانة السياسية في داخل المنتظم السياسي يشخص أمام الرأي العام العراقي ثم يوضع تحت طائلة القانون هم يمتلك صالح القرار السياسي قدرة وجرأة المواجهة لهذه الجهات المتورطة نعم دكتور أحمد قبل ما ودعك في مجال معالجة المتعاطين ربما هو ليس من اقتصاصك لكن أكيد عندك خبرة بهذا الموضوع يعني في مجال يعني معالجتهم إعادة تأهيلهم هل هناك عمل أكبر تحتاج الجهات المعنية القيام بماذا ينقصها ولو بإيجاز نعم بالحقيقة نحتاج إلى أهم معادلة وهي مسألة الوعي والوعي لا يصنع إلا عبر إعلام موضوع علمي موجه لمواجهة خطورة هذا التحدي وأثره على المجتمع عموم والوطاقات الشبابية خصوصا ثم يأتي دور الجانب الصحي لابد من تهيئة مصحات قادرة على أن تستوعب المتعاطين لا أن نلقيهم في السجون لأن هذه مسألة خاطئة وأن نجري لهم معالجة ثم نهيئ من هذه كوادرنا الطبيعة التي تعالب إلى البطالة نهيئ طواقم نغذيها بالروح الوطنية ونجعلها خطصة كما كان لدينا جيشا في الميدان تعبويا واجهنا الإرهاب ويوم الوباء كان جيش الأبيض حاضر في مواجهة الوباء فلنذهب باتجاه تهيئة مواردنا الوطنية كجيش يشكل خطصة في معالجة هذه الظاهرة على مستوى بالتحديد الطاقات الشبابية لأنه موارد وطني لا يمكن الاستقناء عنه نعم كلام جميل من بغداد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور أحمد الشريفي شكرا جزيلا لك شكرا